اشتركوا في القناة مجلس امناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مدير عام التنظيم وموزنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية الرائد هشام ابراهيم الجاسم بوزارة الداخلية مدير ادارة التقييم الاستراتيجي الصحي بالامانة العامة للمجلس الاعلى للصحة الدكتورة فرزان عبدالكريم السيد وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه او قيام مانع لديه المادة الثانية يمنح رئيس واعضاء مجلس الامناء مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة واجراءات التنفيذ واجراءات التنفيذ ترجمة نانسي قنقر